السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من حلقات المحاسبة المالية نهاردة هنكلم سنة تالت يا أولاد هنكمل منهجنا في الشركات المساهمة الشركات المساهمة خدنا فيها إيه أيوا فاكرين مع بعضينا كده الحلقات اللي فاتت خدنا الاكتتاب مرة واحدة أيوا لما يدفع المؤسسين بس وخدنا قدين ولما يدفع المؤسسين والمكتتبين أيوا برافو عليكم وخدنا أربع قيوت وخدنا السداد على أقصاد خدنا اسمه قسط اكتتاب وقسط تخصيص وقسط أول وقسط أخير برافو عليكم وخدنا حالات الزيادة لما المكتتبين يكتتبوا بالزيادة خدنا حاجة اسمها رد الزيادة وحاجز الزيادة كل الحلقات دي موجودة ممكن ترجعوا لها عشان تراجعوا على المنهج طب النهاردة هناخد ايه هناخد التأخر عن سداد أحد الأقصاد هو ممكن يا مستر حد يتأخر عن سداد أحد الأقصاد قال لي ايوه ممكن واحد معهش يدفع قسط التخصيص قسط أول قسط أخير فممكن يتأخر طب ايه الحالة بقى لو حد تأخر قال لي لو تأخر احنا هنعمل التأخير بتاعه يعني التأخير بتاعه يعني مش هتأخر في الطلب هيتأخر في التحصيل حلو خانص طيب وبعد ما يأخر قدامي سكة من اتنين يا أولاد يا سكة السداد يا سكة البيع يعني يدفع الفلوس اللي عليه يا إما يبيع فأول الحلقة كده يا أولاد بعد إذنكم كاشكولك وقلمك ألا حزبة بتاعتك قعد معايا بانتباه هتستفد من الحلقة يبقى النهاردة هناخد إيه مع بعضينا هناخد التأخر عن سداد أحد الأقصاد بصوا بقى أولاد يعني يتأخر عن سداد أحد الأقصاد يعني ممكن حد يتأخر في قصد فما يدفعش الأقصاد اللي بعديها طب ينفع يا مستر أيمن حد يتأخر في قصة الاكتتاب لا طب ليه أنا بسألك وهو طب ليه ما حدش ينفع يتأخر في قصة الاكتتاب أيوة برفو عليك اللي انت قاعدة صح يا معايا بتقولي عشان ده بتدفع الأول يبقى قصة الاكتتاب ده بتدفع الأول يبقى ما فيش حد يا أولاد ينفع يتأخر في قصة اسمه قصة ايه الاكتتاب وما ليتأخر منين من الأقصاد اللي بعد كده لأن قصة الكتاب ده المقدم. فهو لو ما كانش دفع على المقدم ما كانش اخد اسهم. يبقى قصة الاكتتاب ما حدش اتأخر فيه ابدا. طيب ممكن اتأخر في التخصيص قال لي ايه اتأخر في التخصيص. بس خلي بالك. وركز معايا. اللي بتأخر في قصة بتأخر في كل الاقصة اللي بعديه ان لم يسدد. يعني لو اتأخر في قصة الاكتتاب. ما ما ينفعش اتأخر في الاكتتاب يا مستر خلاص. يبقى لو اتأخر في التخصيص. هيتأخر في التخصيص وفي الاول والاخير. طب لو اتأخر في الاول خلاص يبقى يتأخر في الاول ولو في اخير يبقى في الاخير يبقى يتأخر في الاول والايه? والاخير. طب ينفع يا مستر ايمن حد من المؤسسين يتأخر? اه. ممكن حد من المؤسسين يتأخر. بس خلي بالكم يا ولاد. لو حد من المؤسسين يتأخر هم هم عدد الاسهم واحد. هم هم عدد الاسهم. يعني لو قال لي اتأخر في الف سهم وكان مكتتب ولا مخصص بدل كتب لي من المؤسسين. يبقى عدد الاسهم بتوعها هي هي. مش هنغيرها ولا نعمل قانون ولا اي حاجة. لو قال لي من مين? من سماعكم برافو عليكم من المؤسسين. طيب لو قال لي بقى حد اتأخر من المكتتبين. اه لو جاب لي مخصص لي او يملك الف سهم اقول له شكرا. لكن لو جاب لي كلمة مكتتب. يبقى انا لازم اجيب له المخصص. يعني مكتتب يعني ادفع بالزيت. طيب المخصص اجيبه ازاي? هجيب عدد الاسهم اللي واخدها? في الاسهم المصدر على الاسهم المكتتب فيها. طب انا جايبها دي قبل كده? اه. جايب الاقصاد وكاف وزيني. بقى انا بضربها في المصدر على المكتتب فيه. يطلع الشركة خصصيت له كاب. تعاني نشوف الكلام ده على الشاشة ونكتبه مع بعضينا كده عشان نستفاد. يبقى ناخد يه النهاردة التأخر عن سادات احد الايه? الاقصاد. التأخر عن سادات احد الايه? الاقصاد. بيقول لي ايه بقى في التأخر عن سادات احد الاقصاد. تقوم الشركة بطلب الاقصاد التالية لقسط الاكتتاب وقد يتأخر البعض عن السادات. مع ملاحظة ان قيدة طلب لا يتأثر بالاسهم المتأخرة. اما قيدة تحصيل فانه ينقص بقيمة الاسهم المتأخرة. ويتم التصرف مع المساهم المتأخر باحد الطرقتين? ايه هم الطرقتين اللي يتأخر بها? اما ان يقوم بسداد المساهم المتأخر ما عليه? مع الاقصاد بالاضافة لفوائد تأخير او بدونها ويكون قيدة السادات كالادي. خلي بالكم يا ولد. قيدة السادات هيبقى ايه? قيدة طلب بيبقى بالكامل. اهو بيقول لي كده قيدة طلب القسط يكون بكامل قيمة الاسهم المصدرة. بعدد الاسهم في قيمة القسط. قيدة تحصيل يجرب الاسهم المحصلة فقط. حيث تخصم الاسهم المتأخرة. المبلغ المتأخر عن اي قسط بيساوي ايه? عدد الاسهم المتأخرة في قيمة القسط. ازا كان المساهم متأخر مكتتب. خلي بالكم من القانون اللي جاي ده. ازا كان المساهم المتأخر مكتتب في عدد الاسهم في حالة الاكتتاب بالزيادة. لابد من تحولها لاسهم مخصصة. خلي بالكم مكتتب وفيه زيادة. مكتتب وفي ايه? زيادة. بنطلحها ازاي? بنجيب المخصص للمساهم. بيساوي عدد الاسهم المكتتب فيها في عدد الاسهم المصدرة على عدد الاسهم المكتتب فيها للجمهور. خلي بالكم من القانون ده كويس. خليكم معي بقى في الحتة دي. ارجع اللي انا قلته في الحتة اللي احنا قلناها على الشاشة دي يا ولادة. بص يا ولادة. اللي بتأخر ما ينفعش يتأخر في الاكتتاب. شكرا. تاني حاجة. اللي بتأخر بتأخر في قد الطلب ولا في قد التحصيل. ممتاز. انت قاعد مركز معي قال لي ما ينفعش يتأخر في الطلب يتأخر في ايه في التحصيل يبقى قد الطلب لو هم عشر تلاف سهم ما بقول عشر تلاف سهم لكن في قد التحصيل بقى قول عشر تلاف نقص لتأخر ده واخد خمسمية واخد الف يبقى بيتأخر في الطلب ولا في التحصيل يبقى بيتأخر في التحصيل تالت حاجة اللي بيتأخر في قسط بيتأخر في الاقصات التالية برافو عليكم رابح حاجة بقى قال لي لو جايب لك مكتتب وفي زيادة يبقى انت لازم تجيب المخصص لكن لو جيب لك مكتتب وما في زيادة يبقى هو هو الاسهم يبقى لو جيب لك المكتتب وفي زيادة هنجيب ازاي المخصص هناخد العدد الاسهم اللي هو واخدها في الاسهم المصدرة على الاسهم الايه المكتتب فيه طيب بعد ما جيبته والرجل اتأخر وكل حاجة قدامي سكة من اتنين يا يدفع الفلوس يا ابيع يدفع الفلوس بقى هيسدد هيسدد اقول ايه من حساب البنك ولو في فوائد تأخير اقول تاني يبقى لو هيسدد اقول من حساب البنك الى مزكورين الاقصاط اللي متأخر فيها وفوائد التأخير طب لو هيبيع البيع ليه حالتين بقى اولاد لو البيع وتبقله فلوس ولو بيع وطلع عليه فلوس تاني يبقى انا لو بعت وتبقله فلوس هعمل طلت قيود ولو بيع وعليه فلوس هعمل برضو طلت قيود بس القد التالت هيختلف والقد التاني في حتة هتختلف طيب تعالي نشوف الكلام ده معايا على الشاشة بيقول ايه بقى قد السادات ايه بقى قد السادات يلا اقولوا معايا وانا سمعكم من حساب البنك الى مزكورين قسط نقطго قسط نقط الورقسط الاتأخر فيها يعني مثلا قسط التخصيص وقسط اول واخير اول لوحده اول اخير لوحده وفوائد ايه تأخير يبقى قد السادات هنفهمه مع بعضين ونحفظه كويس يبقى قد السادات من حساب البنك الى مذكرين الاقصاط اللي متأخر فيها وفوائد التأخير برافو عليكم طيب البيع يا مستر ايمان بقى الاسلام يسدد المساهم الاقصاط التي تأخر فيها فان للشركة حق بيع الاسهم المتأخرة ومن ثمن البيع تقوم بخصمة تخصم ايه بقى مصاريف البيع وفوائد التأخير وتعمل تسوية لحساب المساهم المتأخر ويرد المستحق له ويدفع مايه ما عليه طيب افرد المساهم ده اتبقى له فلوس بنقول ايه بقى الحالة دي بنقول حالة المساهم المتأخر داين يعني داين يعني بقى له فلوس في الشركة يعني بقى له فلوس في الشركة يا ولاد يعني انا مثلا بعت بخمسين الف طلع اللي عليه كله خمسة واربعين الف يبقى يتبقى له كام خمس تلاف يبقى هتدي له الفلوس في الاخر هقول من المساهم للبنك طيب افرد هو عليه خمسين وانا بعت بتمانية واربعين يبقى انا بيع تبقى اقل لكده يبقى عليه كام الفين هو اللي هيدفع الالفين هقول من البنك للايه للمسام لكن في جميع الاحوال البيع لي كم قيد تلت قيود بس ممكن يبقى له قضين لو ما تبقلوش فلوس ولا عليه فلوس يبقى البيع اصلا لي كم قيد يا مستر ايمن تلاتة تعال اقول بقى التلت قيد بتوع البيع يبقى حالة المسام المتأخرت دا اول قيد ده سابت في الحالتين من مصاريف البيع للبنك قلوا معايا انا سامعكم ايوا برافو عليكم من مصاريف البيع الى حساب البنك القد التاني القد التاني دا بقى اللي بيختلف من لما يطل عليه فلوس او ليه فلوس شوفوا بقى هنقول من حساب البنك الى مزكرين القسط اللي اتأخر فيه القسط التاني وهناخد منه حاجتين بقى اولاد مصاريف البيع وفوائد التأخير ويتبقى له فلوس بنقول حساب المساهم المتأخر لو يتبقى له فلوس هنقول بقى القد اللي بعدي من مساهم المتأخر الى حساب الايه البنك طب افرض يا مستر ايمن بقى طلع المساهم ده مدين اول قد هو هو من مصاريف البيع للبنك شوفوا بقى القد التاني اختلف بقى ايوة مين الولد الشاطر الممتاز اللي يركز معايا برافو عليك انت قلت ايه قلت ان المساهم بدل ما جي تحت جي فين فوق فكده فوق في كم حاجة حاجتين من مذكرين البنك والمساهم الى مذكرين القسط ومصاريف البيع وفواد الايه التأخير كده المساهم عليه فلوس يبقى قول من حساب البنك الى حساب الايه المساهم لازم التلات قيود بتوع البيع دين يفهمهم كويس جدا يا ولاد يبقى في السادات قيود وفي البيع ايوة تلات قيود انا بحب كده اقول السادات سكة السادات سكة السلامة والبيع سكة الندامة لو سدد بقى هنعمل قيد واحد يلا قلوه معايا كده قدام الشاشة انا سمعكم بنت بنت ولد ولد ممتاز الاقصاط اللي متأخر فيها وفواد التأخير شكرا كده كده السادات طب البيع تلات قيود قلوه معايا من مصاريف البيع الى حساب البنك برافو نقوله تاني من مصاريف البيع للبنك بعد كده هنقول حساب البنك الى مزكرين ايه هم بقى الاقصاط اللي متأخر فيها برافو مصاريف البيع وفواد التأخير ولو بقى له فلوس هقول المساهم طيب لو طلع عليه فلوس المساهم يجي فين فوق طب لو بقى له فلوس هقول من المساهم للبنك طلع عليه فلوس يبقى من البنك للايه للمساهم يبقى السادات قيد البيع تلات قيود وايوة ونركز مع بعضنا اللي بيتأخر بيتأخر في قسط في كل الاقصات التالية تعال نطبق الكلام ده على تمرين معايا نكتب اول باول هنركز مع الشاشة ومع الكتابة بتاعتي واحدة واحدة نفهم مسألتنا بيقول ايه بقى في التمرين يا ولات ادي التمرين بيقول لي ايه اشهرت شركة مساهمة في واحد تلاتة برأس مال خمسة مليون جنيه يعني رأس المال كام دلوقتي اولاد خمسة مليون عشان احنا دلوقتي هنكتب هنلاحظ مع الشاشة والكتابة رأس المال خمسة مليون جنيه والقيمة الاسمية كام خمسين جنيه يعني عندي رأس المال خمسة مليون والقيمة الاسمية خمسين اكتتب المؤسسين والمكتبين في الاسهم بالتساوي يعني بعد ما طلع عدد الاسهم هشوف المؤسسين هياخدوا النص والمكتبين هياخدوا النص تاني رأس المال خمسة مليون والقيمة الاسمية خمسين كده ناقص عدد الاسم هقسم خمسة مليون على الخمسين هتطلع مية نص بقى خمسين للمؤسسين والنص للمكتتبين طيب قال لي هيسدد اقصاد كما يلي خدوا الخمسين بقى قصتوها ولاد خمستاشر جنيه قسط اللي اكتتاب عشرة جنيه قسط اول قسط تخصيص خمستاشر قسط اول عشرة قسط تاني واخير خلي بالكم وانا عملتلكم كذا قسط عشان اعلمكم التأخير كويس هقول تاني الاقصاد خمستاشر قسط اكتتاب عشرة قسط تخصيص خمستاشر قسط تاني واخير بيقول لي ايه بعد كده وكان قد اكتتب الجمهور في تمانين الف سهم يبقى هم كانوا خمسين وخمسين الجمهور خدوا تمانين كده يبقى فيه زيادة كام ممتازة ممتازة برافو عليكم يبقى فيه زيادة تلاتين الف جنيه قال لي تم توزيع الاسهم بالتناسب وردت الزيادة بتاريخ خمستاشر تلاتة وطلبت الاقصاد وسددت فيما وعدها ايه بقى اللي حصل بقى ما عدا ايه قال لي سعة القسط الاول تأخر مساهم اسمه مؤمن كان مكتتب في الف وستمية مكتتب حطه خط تحت كلمة مكتتب دي مكتتب يا مستر وفيه زيادة يبقى لازم نجيب المخصص للمساهم يبقى لما يكون فيه مكتتب وفيه زيادة لكن لو مكتتب وما فيه زيادة يبقى هم هم خلاص مكتتب هم هم يبقى يبقى مكتتب وفيه زيادة دي حاجة تاني وما يكونش من المؤسسين طب لو كان من المؤسسين ما المكتتب فيه هو هو المصدر يبقى لازم يكون مكتتب وفيه زيادة ومن المكتتبين برافو عليكم طب هجيب عدد الاسهم ازاي هاخد عدد الاسهم اللي هو خدها لقى الف وستمية دولار هضربهم في المصدر اللي هم خمسين ألف على المقتتب فيه اللي هو كام تمانين ألف براف نرجع بقى بيقول لي والقسط التاني والأخير تأخر مساهم اسمه السيد بس ده مخصص خمسمية مخصص يعني جاهزة وقد سدد المساهم مؤمن المستحق عليه مع فوائد تأخير ألف وإيه وخمسمائة جنيه وفوائد تأخير بشيك يعني دفع كمان ألف وخمسمائة جنيه فوائد تأخير بس ده الدقيط لكن بيعت أسهم السيد بسعر كام وبلغت مصاريف البيع ميتين جنيه وفوائد التأخير تلتميت جنيه وتم تسوية حسابه بايه بشيك تيجي نحل مع بعضينا بقى كده التمرين يا ولاد يلا كده ورقتك وألمكو وتقولولي بقى هنعمل ايه يلا رأس المال كام يا مستر أيوة رأس المال خمسة مليون طيب القيمة الاسمية كتبها لي في الشاشة كام خمسين يبقى دي رأس المال خمسة مليون والقيمة الاسمية خمسين السم للخمسين هو يا ولاد تعال قسمها الخمسين دي اللي خمستاشر اكتتاب وكمان عشرة تخصيص وخمستاشر اول وعشرة اخير يبقى الخمسين قسمها لي خمستاشر وعشرة وخمستاشر لما نجمعهم وعشرة يبقوا كام يبقوا خمسين برافو عليكم قال للمؤسسين نصف عدد الاسهم حلو يبقى انا محتاج دلوقتي يا ولاد اجيب عدد الاسهم هيساوي ايه عدد الاسهم ده ايوة الولد اللي قاعد مركز معايا من اول حلقة عدد الاسهم هيساوي ايه هيساوي رأس المال برافو عقيم الاسمية انا بشكركم على انتباهكم معايا هقسم بقى رأس المال بكام في القطعة خمسة مليون والقيمة الاسمية كام خمسين طلع عدد الاسهم مية الف يا مستر اين من الحلقات اللي فاتت يا ولاد هندي كام للمؤسسين وندي كام للمكتتبين ايوة المية هو قال لي ادي نصف عدد الاسهم للمؤسسين المية نصفها كام ونصفها كام خمسين الف للمؤسسين خمسين الف سهم والمكتتبين من الحلقة اللي فاتت قلنا بنعمل كام سلم برافو عليك ونعمل تلات سلامة سلم اسمه ساط وسلم اسمه كاف وزيادة يعني مصدر ومكتتب فيه وزيادة يبقى نعمل كام حاجة تلاتة مصدر ومكتتب فيه وزيادة هم مية دول اخدوا خمسين يتبقى كام يا مصدر ايمن يتبقى خمسين طيب عايزة طلع كاف تيجي نرجع كده للمسألة ونعرف من الشاشة اكتتبوا في كام قال لي وقد تم الاكتتاب في كام في تمانين الف سهم شكرا يبقى كاف هو مدهالي بكام دلوقتي بتمانين الف هم كانوا مية يا ولات عطيت كام للمؤسسين النص خمسين وعطيت للمكتتبين كام خمسين هو كاف دي جابها لي في المسألة ولا ما جابهاش جبناء جابها تمانين الف كده يبقى فيه زيادة كام برافو عليكم اطرح تمانين الف من خمسين يبقى فيه زيادة كام تلاتين الف طب ردت ولا حجزت هو قال لي ردت الزيادة حلو خالف ماشي طيب في حد تأخر ولا ما فيش حد تأخر يا مستر ايمن قال لي في حد تأخر نرجع للشاشة بيقول لي ايه بقى وردت الزيادة بتاريخ خمس تشر تلات وطلبت الاقصاد وسددت والقصة الاخير تأخر مؤمن كان مكتتب في 1600 قلنا اللي كان مكتتب ده اللي كان مكتتب ايوة وفي زيادة وفي ايه زيادة خلي بالكم يبقى لازم اجيب له المخصص بس لازم يكون من المكتتبين لكن لو كتب لي من المؤسسين ما اجيب لهش المخصص طيب قانون المخصص يا مستر ايمن عشان نحفظه نقول ايه هنقول المخصص للمساهم المتأخر بنضرب ايه عدد الاسهم المتأخر فيها في عدد الاسهم المصدرة على عدد الاسهم المكتتب فيها يعني يا مستر ايمن ممكن تطبق لنا اه هم اتأخروا في 1600 سهم مؤمن ده هنضربهم في ايه يا مستر ايمن بصوا بقى اولاد مؤمن اتأخر في 160 هنضربه في صوت على كيف يبقى هنضربهم في 50 الف على 80 الف هيطلع مؤمن ده الشركة خصصت له الف وعايز اقول لكم كده حاجة تركزوا معايا لازم عدد الاسهم اللي تخصصت له تكون اقل من اللي دفعه معايا كده هو كان الشركة مخصصة له كام اولاد مكتتب في كام في 1600 لما اجيب المخصص لما اجيبه المخصص وفي زيادة يبقى الاسهم معايا لازم يكون في ايه زيادة يبقى هعمل القانون هشوف عدد الاسهم اللي واخدها اللي هي 1600 في صد لو المصدر 50 الف على المكتتب فيه اللي هو كام 80 الف الناتج اللي يطلع لازم نليح اكتين واحد يكون اقل من اللي واخده يعني اواخد 1600 بقى الناتج طلع 1000 اقول له شكرا الحاجة التانية اولاد ان وانا شغال ما يطلعش كسر ما يطلعوش 855 سهم 720 سهم لازم يطلع رقم صحيح عشان كده بقى ماشي معايا يبقى تاني بقى ال 1600 في 50 الف على الثمانين طلع وكمسة الف في واحد تاني اتأخر اسمه ايوة السيد السيد ده مخصص لي 500 سهم طب ده مخصص يا مستر ايم يبقى شكرا دي جاهزة لكن ده كان مكتتب فانا جبت له الايه المخصص الاولاني اتأخر في القسط الاول يبقى اتأخر في الاول والاخير لكن ده يتأخر في الاخير بس يبقى في الاول هطرح الف في الاخير هطرح الالف زائد الخمسمية يبقى الف وكم وخمسمية معايا ولاد يبقى انا كده عندي كام مساهم اتأخر معايا اتنين معايا كده يبقى كام واحد من المساهمين اتأخروا اتنين ايه هم ما بقى واحد اتأخر في قسط اول يبقى فقد الطلب عادي في القسط التاني اللي هو قسط في التحصيل هطرح الالف برافو عليكم طيب وفي ققوة الاخير هطرح اتنين واحد واخد الف واحد واخد ايه خمسمية تيجي نعمل مع بعضينا بقى القيوت قط قط نسطر كده عند حضراتكم ونشتغل مع بعضين يلا بقى اول قيط انا سمعكم انتم بتقولوا معايا هوا برافو عليكم من حساب ايه ايواء البنك الى حساب القسط اسمه قسط ايه الاكتتاب برافو يبقى اقول من البنك الى حساب قسط الاكتتاب شرح القيد يا مستر ايمن معايا كده ونقول مع بعضين انا قلت من حساب البنك الى حساب قسط الاكتتاب شرح القيد مهم اه اكتتاب مين اللي اكتتب المؤسسين فيه اجيب بقى كده التلخيص بتاعي المؤسسين خدوا كام خمسين الف ودفعوا كام قسط الاكتتاب ايواء خمستاشر يبقى اول خمسين الف في خمستاشر بكم يا مستر ايمن عمله على الالة تطلع سبعمية وخمسين الف جنيه قولوا معايا تاني قد كده اولاد يلا هنقولوا مع بعضين وانا سامعكم من حساب ايه البنك الى حساب قسط الايه الاكتتاب الاكتتاب في كام ايواء خمسين الف دولار بعتصفر احسن تكونوا شايفينوا مع الشاشة تالي خمسين الف في كام يا مستر ايمن في كام في خمستاشر بسبعمية وخمسين الف طيب فاكرين احنا بنسطر البيان بس من سنة اولى برافو عليكم طويلة ممتازة يلا القد التاني يا اولاد هنقول من حساب ايه انا قلت من البنك القسط الاكتتاب القد التاني ممتازين ممتازين انا سامعكم ولد ولد وبنت بنت من حساب قسط الاكتتاب الى حساب رأس المال واقول ايه بقى اصدار برافو اصدار للمؤسسين كام نفس القد يا مستر ايمن خمسين الف في خمستاشر هيديني نفس المبلغ اللي هو سبعمية وخمسين الف طيب هنعمل بعد كده قسط الاكتتاب للمكتتبين هنعمل له كم قيد ايوة كم قيد اتنين وقد رد الايه الزيادة ركزوا معاه بقى في الارقام خلي بالكم المؤسسين عمرهم ما بيكتتبوا بالزيادة عشان كده عملت القدين بنفس المبلغ لكن في المكتتبين راجع على الزيادة هو في المكتتبين هنعمل كام قد يا مستر ايمن هنعمل قدين وقد رد الزيادة القد الاولاني بايه والقد التاني بايه والقد التاليب بايه ممتازة انت بعد الحلقة ليك هدية ليه بقى عشان تشطر الاولاني بالمكتتب فيه اللي هو 80 الف كبير القد التاني بالمصدر اللي هو 50 الف طب قد رد الزيادة الفرق بينهم اللي هنقول من قسط الاكتتاب للبنك الفرق ايه كام 30 الف برافو عليكم مركزين معاه يبقى هنعمل قسط الاكتتاب تاني كدين ونعمل قد رد الزيادة يلا مع بعضين يبقى اول من حساب البنك الى حساب قسط الاكتتاب ايوه هكتب ايه بقى يا مستر ايمان هكتب اكتتاب في اهو هجيب لكم التمهيد اللي انا كنت حلو هناخد الخمسين ولا التمانين ممتاز هناخد التمانين الف اكتتاب في تمانين الف في قسط الاكتتاب بكم بخمستاشر هعملها على الالة يا ولاد هتطلع مليون ومتين الف انا شايف بنت بتعملها على الالة معاي هي برافو عليكم تلعوا ها من البنك الى قسط الاكتتاب الاكتتاب في تمانين الف في كام في خمستاشر طيب القد اللي بعديه هنقول ايه برافو من حساب قسط الاكتتاب للبنك لا الولد اللي مش مركز قال لي هتقول قسط الاكتاب للبنك ده لسه القد اللي بعديه لكن القد هنقول ايه من قصة الاكتتاب ايوة لحساب رأس المال اصدار اصدار كم بقى تمانين ولا الخمسين اهي اصدار انا خدت ده في التعقد الاول الاصدار هناخد خمسين وفرد الزيادة ناخد الايه التلاتين برافو عليكم يبقى اصدار كم يا مستر ايمن خمسين الف في كم برضو قصة الاكتتاب خمستاشر يبقى خمسين الف في خمستاشر بيكان بسبعمية وخمسين الف يلا بقى الولد اللي كان هيقول القد غلط هو ده ما كانوا بقى قد رد الزيادة هقول ايه بقى في قد رد الزيادة ايوة من حساب قصة الاكتتاب الى حساب البنك والبنك يجي تحت ليه عشان انا هشيل الفلوس من البنك ياولاد رد الزيادة تلاتين الف في كم يا مستر ايمن في خمستاشر باربعمية وخمسين الف معلش معايا كده يبقى احنا عملنا كم قد لحد دلوقتي عشان قبل ما نكمل قبل ما ننسى يبقى خلي بالكم احنا بناخدوا النهاردة التأخير بس بنرجع على اللي فات يعني المسألة بتبقى شاملة على اللي فات عملت لقصة الاكتتاب قدن للمؤسسين وقدن للمكتبين ومعاهم قد رد الزيادة يبقى انا عملت كده قصة اكتتاب اتنين للمؤسسين واتنين للمكتبين وقد رد الايه الزيادة المؤسسين مفهومشو مشكلة بنعمل بنفس ارقامهم نفس القدن بنفس المبالغ يبقى من البنك القصة اكتتاب وقصة الاكتتاب لرأس المال بالخمسين الف في خمستاشر لكن في المكتبين. ايبه? اللي قاعد مذاكر معايا. التلات قيود المبالغ مختلفة. انا عارف ان انتو حافزين الكيود وفاهمينهم وبتقولوا معايا كويس. من البنك القصة الاكتتاب. هناخد انهي رقم يا مستر ايمن. هناخد الكبير. كبير. تملي كده قبر نفسك. بقى بناخد الكبير في المكتبين. هناخد بالتمانين الف وخمستاش. طيب. القيود التاني بقى. من قصة الاكتتاب لرأس المال. هناخد المصدر. يعني المصدر يعني اللي المفروض يشتروه. برافو عليكم. طيب خدنا الكبير. هو قال لي رد الزيادة مش حجازها. فقال لي لما ترد الزيادة تعمل ايه? تأكس القدر اللي انت اخدت به الفلوس. مش انت لما اخدت الفلوس قلت من البنك القصة الاكتتاب. ترجع بقى تقول من قصة الاكتتاب للبنك. برافو. ورد الزيادة تلاتين الف في كام برضو في خمستاشر. معشان انت اخدت منهم خمستاشر جنيه على كل قصة. حلو. في تلاتين الف بقى تضرب تلاتين الف في كام في خمستاشر. فعملت قدر للمؤسسين. وقدر للمكتتبين. وقدر رد الزيادة. كده لسه ما جبتش حاجة عن التأخير خالص. هنعمل قصة التخصيص عادي خالص لاني محدش اتأخر في التخصيص. وفي الاول والاخير. القد الاولاني زي ما هو. اول. القد الاولاني زي ما هو. القد التاني هيتأخر الواحد. تيجي الحل مع بعضينا معي يا بقى. هنعمل قصة التخصيص. يبقى قول ايه بقى. اهو يا ولاد. من حساب. قصة التخصيص. الى حساب رأس المال. هطلب كم سهم يا مستر ايمان. بص يا ولاد. اهو التمهيد بتاعه اهو ارجع للتمهيد. لما اجي اشتغل على قصة التخصيص اجي اشتغل على الكل الاسهم. مش اعمل بقى لمؤسسين لوحدهم ولا مكتتبين لوحدهم. اشتغل على كام. على الميت الف. يبقى نشتغل. ميت الف سهم. وقصة التخصيص في المسألة كام بكام بعشرة. يبقى ميت الف فعشرة. طبعا دي مش محتاجة الى. هتطلع بمليون جنيه. طيب. القد اللي بعديه. انا قلت من القصة التخصيص لرأس الايه المال. يلا. الشباب المركز معايا. برافو. يبقى قول من البنك لقصة التخصيص. هقول تحصيل ميت الف فعشرة. طب ليه ما اتأخرش عشان ما حدش اتأخر في التخصيص يا ولاد. بمليون جنيه. طيب. هنعمل قصة اول واخير. في واحد اتأخر بس ما بتأخرش في قد الطلب. اما لا يتأخر فين في القد التاني. يلا قد الطلب. هقول من قصة اول. ليه ما كتبتش واخير عشان هو جاب للاتنين قصة اول واحد واخير لوحد. الى حساب رأس المي. هطلب يا ولادي الميت الف وقصة اول واخير كمت دهل بخمستاشر. بقى ميت الف في خمستاشر بمليون ونصف. ركزوا معايا بقى في اللي جاي. ايوة هنحصل بقى. هنقول ايه? معايا كده? القد هو هو. اللي هو من البنك لقصة اول. ده انتو حفظينه ممتازين فيه. تعالوا بقى الحتة الجديدة بقى. اهي. اقول ايه? بصوا بقى. هقول تحصيل ومنساش افتح كوس. المفروض يدفعه الميت الف. بس فيه واحد اتأخر واخد الف. فاكرينه اللي هو كان اسمه ايه? برافو. مؤمن. فيه خمستاشر. طب طرحت ليه يا مستر ايمن عشان فيه واحد تأخر. يعني ايه? يعني بدل ما يدفعه الميت الف واحد واخد الف مرضيش يدفع يبقى اقول ميت الف ناقص الالف في خمستاشر. طب لما نعملها على الالة يا مستر ايمن نعملها ازاي? نقول ميت الف ناقص خمستاشر ناقص الالف الاول يساوي في خمستاشر. عشان يطلع الرقم صح. هيطلع كام بقى يا مستر ايمن? هيطلع مليون اربعمية خمسة وتمانين الف جنيه. تاني يا مستر ايمن معلش الخطوة دي عشان احنا بنطلق بقى فيها. يبقى كده الطلب محدش اتأخر يا ولاد. كده الطلب محدش اتأخر. اللي اتأخر في انهي كد يا مستر ايمن في التحصيل. ليه? انا بطلب يا ولاد فبقول له هات قصة الاول. اطلبه. اقول له لو سمحت هات قده الطلب. هل انا اعرف انه هاتأخر او مش هاتأخر? مش اعرف. اما الامتة بعرف? لما يجي الناس تجيبلي الفلوس بقى. الاقي اللي واخد الف ده ما جابليش فلوس. فانا اعمل ايه? هقول من البنك القصة اول تحصيل. الميت الف جلي معدل الف. يبقى باول ميت الف. ناعس الالف في خمستاشر. بتوعي الخمستاشر بتعتمن القصة اللي هو القصة الاول. يطلع المبلغ مختلف عن الكد الاولاني. اه قد طلب ولا مش مختلف. مختلف طبعا عشان في واحدات اخر. نفس الخطوة هنعملها في القصة الاخير. بس في القصة الاخير بدل ما يتأخر واحد هيتأخر اتنين. طب بنعملها في قد الطلب ولا في قد التحصيل. ممتاز انت في قد الايه التحصيل? يلا نكمل معنا يا مستر. يبقى هنعمل نسطر كمان عشان نكمل معنا يلا ولد هنعمل قسط اخير نعمل قيدل ايه الطلب اهو قولوا معايا سمعكم ايوة من حساب قسط اخير الى حساب رأس المال هطلب الميت الف في سهم كلهم يا مستر ايمن وقسط اخير كان بعشرة حد يتأخر في الطلب لا يا مستر ايمن احنا خلاص فهمنا ان ما بتأخرش في القد الاول بتأخر في التاني ادي المليون طيب القد اللي بعد كده بقى اولاد هقول ايه بقى من حساب ايه البنك الى حساب قسط تاني واخير بقى لوا قسط اخير ركزوا في الحتة اللي جاية دي كده عشان انا عارفكم صحيح معايا هقول تحصيل ونفتح كوس ميت الف ناقص الف وخمسمية فعشر سمع بنت بتقول لي لا هنقول ناقص خمسمية بس لا يا بنتي ركزي معايا بقى ايوة هو اهو في واحد اتأخر في القسط الاخير واخد خمسمية صح كلامك صح بس كان فيه واحد تاني متأخر في قسط الاول واخد الف واحنا قلنا اللي بيتأخر في قسط بيعمل ايه برافو بيتأخر في القسط اللي بعديه يبقى الالف ده هتأخر تاني يبقى فيه واحد الف اتأخر في القسط الاول هتأخر في الاخير وزاد عليه واحد تاني اتأخر اللي هو بكام بخمسمية كده كام واحد اتأخره اتنين يبقى نجمع الالف زائد الخمسمية بو الف وكام وخمسمية ركزي معي برافو عليك يبقى الالف وخمسمائة دي جات منين عبارة عن الالف زائد الخمسمائة الالف ده بتاع الراجل اللي كان متأخر في القصة يتأخر في اللي بعدين والخمسمائة بتاع التاني حلو خالص يا مستر ايمان بعد ما بيتأخر يا ولاد هل منسيبه متأخر كده ونقول له لا ابهات على مهلك لا بنيديله مهلة شهر واما الراجل ده بنيديله مهلة شهر واما الراجل ده يا يسدد يا يبيع يعني يا يسدد يا يبيع يعني يا اما يجيب الفلوس اللي عليه يا اما نقول له ايه لا انت معاكش فلوس هناخد الاسهم ننزل البورسة نباحة وناخد فلوسنا ونديك الباقي طب لو سدد هنعمل كم قد لو سدد هنعمل قد واحد ايوة برافو عليك انت بتقوله صح سمعه بقى الزميلك ايوة من حساب البنك الى مزكورين قسط اول وقسط اخير قسط تاني واخير ويدفع فوق التأخير برافو تاني تاني سمعه كده الزميلك عشان كلهم شطرين ومركزين معايا يلا ياولاد من حساب البنك الى مزكورين قسط ايوة اول قسط تاني ايوة واخير ويدفع فوق التأخير ده السدد طيب تيجي نكتب قد السدد قبل ما نخش على قد البيع يبقى السدد هنعمل ايه قد واحد بس يلا نقوله مع بعضين ونكتبه مع بعضين قد السدد هنقول ايه قد السدد يا مستر اينا يلا بقى انا هعمله كده كبير خالص عشان انتوا تركزوا معايا هيسدد ياولاد يبقى نقول من حساب ايه من حساب البنك الى حساب هو كان متأخر في قسط التخصيص لا قسط اول برافو قسط اول والتاني القسط التاني والاخير وهيدفع حاجة اسمها كمان ايه فوائد تأخير طيب فوائد التأخير ياولاد كان متدهلي في المسألة ب 1500 بنكتبها زي ما هي حد بقى من العيال الشطرة الممتازة الشباب اللي قاعد معايا والبنات الممتازة يقول لي اجيبي المبالغ دي ازاي واجيبي مبلغ البنك ايوه برافو يا امير شاطر بنت امير هي قاعدة كمان كده شاطر واحمد اهوز شاطر كلكم ممتازين يلا نجيب الاول مش هو كانواخد يا مستر ايمن 1000 سهب هيدفع ال 1000 في 15 يبقى يدفع 15000 طيب وقسط تاني واخير هيدفع ال 1000 ولا 1500 لا هيدفع ال 1000 بس هو اماله بالتاني ده مين ده ده مؤمن هيسدد يبقى ده مؤمن السادات بتاع مؤمن يبقى يدفع الحاجات بتوع بتوع اللي هم كام سهم يا مستر ايمن هم ال 1000 اللي كما اتأخر فيهم 1010 يبقى بعشر تلاية يبقى هيدفع لنا ايه بقى هيدفع الخمستاشر زائد العشر زائد فوائد تأخير 1500 عشان اخر اجمع التلاتة دولة يطلع المبلغ اللي هيدفعه 26500 يبقى انا جامعت دولة اولاد وحطتهم عند البنك معلش اقول كد السادات تاني انا اسف معايا كتن يلا يبقى اول من حساب البنك من حساب الايه البنك الى مذكرين الى ايه مذكرين طب بجيب المبلغ بتاع البنك ازاي بجمع يا ولاد الاقصاد كلها وحطها عند البنك الى مذكرين قسط اول هنضرب ال 1000 في 15 يبقى ب15000 وقسط تاني واخير ال 1000 في 10 ب10,000 ويدفع فوائد تأخير يبقى 15,000 و10,000 والفوائد التأخير 1500 اجمعهم على الالة يبقوا ستة وعشرين الف احطهم عند الايه عند حساب البنك طيب التاني بقى اللي كان واخد خمسمائة سهم يا ولاد هيبيع البيع لكم قد يا مستر ايمن ثلاثة يلا اول قد ثابت من مصاريف البيع للبنك مش بقول من البنك المصاريف البيع لأ انا بدفع باشي الفلوس من البنك ادفعها لمصاريف البيع يبقى من مصاريف البيع الى حساب البنك ده القد الاول طب القد التاني من حساب البنك الى مذكرين وحط مصاريف البيع وفاودي التأخير واشوف يتبقى له فلوس ولا لا بعد كده لما يتبقى له فلوس سقول من المساهم المتأخر الى حساب الايه البنج. تعالى نسطر ونعمل التلات قيود بتوع البيع علشان نبقى فاهمينهم كويس. يبقى البيع. يا مستر ايمان ليه كم قيد? ليه تلات قيود. ليه كم قيد تلات قيود. يلا. انا هسكت كده عشان ايه? تعملوا لي التلات قيود معي. من حساب. برافو. مصاريف البيع الى حساب البنج. واقول اثبات مصاريف البيع. طب هو كان مديني مصاريف البيع في القطعة بكان بمتين جنيه. بضربها في حاجة يا مستر ايمان قال لي لا. مصاريف البيع هي هي. يبقى من مصاريف البيع الى حساب البنج متين جنيه. تعالوا بقى للبيع. بصوا بقى البيع. ولو سمحت تركزوا معي. هقول من حساب البنج. وانا احب اعمل كده مربع يا ولاد عشان اركز. يبقى في البيع بعمل مربع. في السادات بجمع واحط عند البنج. هعمل المربع. احط في ايه يا مستر ايمان. مش هم خمسمائة سهم بتوع السيد دولا. وقال لي تم البيع بخمسة وعشرين. يبقى بنضرب في سعر البيع. يبقى خلي بالكم. في حساب البنج. في حساب البنج. هنضرب خمسمائة في خمسة وعشرين. هيطلعوا باتناشر الف وخمسمائة. ايه لماسكورين? ايه هما المسكورين? هناخد منه ايه يا مستر ايمان. ركزوا معي بقى كده عشان الحلقة قربت تقلص واحنا في اخر حتة فيها. ركزوا معي قوي. يبقى جبنا حساب البنج ايه? خمسمائة في كامف خمستاشر. هقول ايه بقى? قسط هو تأخر في الاول ولا في الاخير? في الاخير برافو. قسط اخير. خمسمائة في عشر. يبقوا بخمس تلاف. ومصاريف البيع اهم الدهالي مصاريف البيع متين. وفوائد التأخير تلتمية. بالدهالي في المسألة. هتقول ايه تم فوائد التأخير كانت الف وخمسمائة ده بتاع الاولاني ده التاني تلتمية. اجمع دول يا ولاد يبقوا خمس تلاف وخمسمائة. اطرحهم من الاثناشر الف وخمسمائة. هيتبقى له كام? سبعة تلاف. يبقى السبعة تلاف دي جات ازاي? جماعة دول اللي هي الفلوس اللي عليه. خمس تلاف وخمسمائة. من الاثناشر الف وخمسمائة. يتبقى له سبعة تلاف. اقول المساهم المتأخر. لو السيد. يبقى دي اثبات البيع. هيفضل قد واحد بس هعمله بقى. هقول من حساب المساهم المتأخر الى حساب البنك. هياخد كام يا مستر ايمن? سبعة تلاف جنيه سبعة تلاف او السادات الباقي للمساهم بشيك. كده تبقى له سبعة كده اخد. انا كده النهاردة لسه ببتدي معاكم تأخير مساهم. خدت حالة واحدة بس لما يكون فيه اتنين اتأخروا واحد تسدد واحد ايه? باع. قلنا في السادات نعمل قيد. وفي البيع نعمل كام قيد يا مستر ايمن نعمل تلات قيود. السادات من البنك الى مزكورين وبنجمع الفلوس نحطهم قدام البنك. في البيع تلات قيود هتقولهم معايا في اخر الحلقة اهو. من مصاريف البيع للبنك. ومن البنك الى مزكورين الاقصاط اللي متأخر فيها. ومصاريف البيع وفوائد التأخير. ولو اتبقى له فلوس يبقى من المساهم للبنك. لو طلع عليه فلوس هنجيبها في حلقات تانية يبقى من البنك للايه? للمساهم. انا بشكركم على انتباهكم. وبشكركم على تركيزكم طول الحلقة. انا عارف ان انتو مركزين السنة دي عشان تجيبوا مجموعة كبيرة. انا بقا وعدكم في الحلقات الجاية. ان انا هدي امثلة بافكار جديدة بافكار حلوة. وبشكر قطاع التلفزيون وقطاع التعليم الفني اللي موفلنا قناة نتعلم احنا في البيت. وبشكر التلفزيون السادة المعدين والمخرجين اللي كله صحيح من بدري. عشان يطلع لكم الحلقة بشكل مميز تتبسط وانتو قاعدين في البيت. انا بشكرهم. وبشكر حضراتكم وإلى ان نلتقي في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.